لا زال الحديث موصولا بنا حول خلق التعاون وكنت بيّنت لكم في اللقاء الماضي معنى التعاون أن تساعد الغير على فعل الخير مبتغيا الأجر والثواب من الله وضربنا أمثلة للتعاون من القرآن ومن السنة النهاردة هنأخذ بعض النماذج التي تبين لنا معنى التعاون نبدأ بالأنبياء سيدنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام أمره الله جل وعلا أن يرفع قواعد البيت الحرام فكان سيدنا إسماعيل يتعاون معه وجاء القرآن مبينا هذا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت الساميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فهذا إن دل يدل على أن الخليل لم يبني البيت وحده ولم يرفع القواعد وحده ولكن سيدنا إسماعيل كان متعاونا معه مساعدا إياه مساندا له فده بيبين لنا حاجة مهمة أن التعاون من شيم الأنبياء ومن شيم خير الأنبياء نذهب إلى موقف آخر إلى سيدنا موسى في سورة طاهة يدعو ربه بدعوات قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي شوف اللي جاية وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فجاء الأمر الإلهي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى سيدنا موسى كان عنده لعثمة في كلامه قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي فشوف يطلب من ربنا بولوي اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري فآتني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده لسيدنا أبو بكر أنت مني بمنزلة هارون من موسى وكان سيدنا هارون هو وزير سيدنا موسى عليهما السلام أيضا هذا فيه تعاون لما نذهب إلى حياة سيدنا رسول الله قبل البعثة أول من النبي كان بيتعبت في غرحرة هو عنده صلى الله عليه وسلم يعني في الثلاثينات من عمره لأن أول ما بؤدي أبيه النبي من الوحي الرؤية الصادقة كان يرى رؤية صادقة ولما كان يخلو بنفسه في غار حراء ويتحنث الليالي ذوات العدد أول مجال الملك وقال اقرأ قال ما أنا بقاري اقرأ ما أنا بقاري اقرأ ما أنا بقاري يقول فأخذني فغطني فضماني حتى بلغ مني الجهد فذهب النبي إلى أم المؤمنين خديجة يرجوف فؤاده ويقول زملوني زملوني يعني غطوني دثروني فنزلت يا أيها المزمل وأيها المدثر فشوف سيدنا النبي أولي عن السيدة خديجة وهي وزير النبي لما السيدة هالة جاءت إليه والسيدة عائشة غارت فيقوم سيدنا النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتقول له لازلت تذكر عجوزا من عجائز قريش حمراء الشتقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها يقوم سيدنا النبي يقول لها والله ما أبدالني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقاني الله منها الولد رضي الله عنها وأرضاها لنموذج أيضا من نماذج التعاون مع السيدة خديجة كانت تخفف عن رسول الله كانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم